هاي هاي يا حلوين يا رب تكونوا بخير وارجعنا لكو تاني مع مرمر لايف ستايل النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش المصري هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة ويطلع معاك مورق زي ما انت شايفة كده بالزبط من المعروف ان الجلاش المصري من اهم الاكلات المصرية اللي دايما بنلقاه على صفرة بتاعتنا لما يكون عندنا عزوهما عندنا مناسبة في رمضان الجلاش المصري واجبة اساسية لازم تتعامل في كل المناسبات بتاعتنا النهاردة بقى هقولك على كم نصيحة تخلي الجلاش بتاعك يطلع مورق وشكله وطعمه حلو جدا ما قولكيش قد ايه هو جميل يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا بس قبل ما نبتدي لما كنتش اشتركت في القناة ايو هيتنسي تشرك في القناة وتفعالي الجرس عشان يوصل الكل جديد ويلا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا مفيش ابسط منها كل اللي احنا محتاجينه عبارة عن نص كيلو لحمة مفروم وكمان بصة لما فرومة وصل ولو عايزين خلطة بتاعتنا تبقى سبايسي هنروح مقطعين عليها واحد فلفل حام لو عندنا اطفال ي ونلغي الفلفل حامي خالص بالنسبة للتوابل عبارة عن معلقة ملح نص معلقة بابريكا نص معلقة توم بودر ونص معلقة فلفل اسود وطبعا محتاجين لفة جلاش لازم تطلع من التلاجة قبل ما نستخدمها بساعتين عشان تبقى سهل في استخدامها نجيب الطاصة بتاعتنا ونحطها على النار ونسخنها حلو جدا بعد كده هنروح جايبين اللحمة وننزلها على الطاصة ونقلب فيها لغاية ما لونها يبتدي اطغاية هنروح جايبين البصلة والفلفل الحار لو احنا حابين ان الخلطة بتاعتنا توبة سبايسي ونقلبهم مع اللحمة حلو جدا ننزل بعد كده بالتوابل بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها عبارة عن فلفل اسود ملح بابريكا بودر التوب ونقلبهم حلو قوي لغاية ما نتأكد ان اللحمة بتاعتنا ستوت بعد كده نبتدي نحضر الصينية بتاعتنا كده حشوة اللحمة المفرومة بتاعتنا جاهزة نسيبها على جانب لحد ما تبرد ونروح جايبين طبق صغير ونحط فيه معلقتين زبدة ونحطهم في المايكروويف لغاية ما يسير نروح جايبين السينية بتاعتنا ونمسحها مسحة بسيطة جدا بالزبن ونبتدي نروسل الجلاش زي ما اتفقنا احنا محتاجين نطلع الجلاش بتاعنا قبل ما نستخدمه بتقريبا مدة ساعتين علشان يبقى ياخد درجة حرارة الغرفة وما يتكسرش مننا واحنا بنروسل السينية بتاعتي كان مقاسها تلاتين فاربعين هجيب الجلاش وهقصه بالضبط على مقاس السينية وابتدي احط الجلاش بتاعي ورقتين ورقتين وبين كل ورقتين اروح مسحة مسحة بسيطة جدا من الزبدة اللي انا سيحتها لغاية ما خط نص الكمية اروح جايبة اللحمة المفرومة بتاعتي واخطها بعد كده هروح جايبة بقيت الكلاش واروح رصة تاني وورقه ان انا اخط ورقتين ورقتين وبين كل ورقتين بروح حطها مسحة بسيطة جدا من الزبدة لغاية مخلص الكمية كلها ابتدي بقى هقطع السينية بتاعتي بالحجم اللي انا عاو زي ممكن تقطعيها بحجم كبير او حجم صغير الحجم اللي انت محتاجة تقطعي انا هنا قطعته حجم كبير عشان بس التصويري وبمنظرها كده مختلف بس احنا ممكن اقطعها احجام اظهر من كده ابتعت السينية بتاعتي وهروح مدخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 3 دقايق في الوقت ده هبتدي احضر التشريبة بتاعتي واللي هي عبارة عن بيدا وهنقلبها حلو جدا وبعد كده هنروح ضيفين عليها كوباية حليب ومعلقتين زبدة صيحة رشة ملح ورشة فلفل اسود ونقلبهم حلو اوي اعام حاجة بقى ان احنا هنضيف نص معلقة بيكنج بودر ونقلبها حلو اوي في التشريبة بتاعتنا البيكنج بودر هي اللي هتخلي الجلاش بتاعك مورق وقرنشي من برا وطريق من جوه هنطلع الجلاش بتاعنا من الفرن زي ما اتفعنا احنا هسيبناه في الفرن لمجرد 3 دقايق بس نطلعه من الفرن ونروح نسقيه بالتشريبة بتاعتنا ونتأكد ان الجلاش كله تشرب من التشريبة ونروح مرجعينه تاني للفرن هياخد تقريبا في سوايا في حدود 20 ديئة لو ما خدش الوش الجلدي اللي انت شايفه ده ممكن تفتح الشواية مجرد ثواني وعينك عليه لانه ممكن يتلسع في اي لحظة ده كلاش بتاعنا بعد ما خرج من الفرن هنروح جايبين السكينة بتاعتنا ونعيد عليه تاني تقطيع وما فيش ابسط من كده وصفة بسيطة جدا خدت في تحضيرها تقريبا 20 ديئة وخدت في الفرن 20 ديئة وعملتي اكلة من الاكلات اللي كلنا بنحبها وبنفضلها دايما بنلقاها في المناسبات بنلقاها في الافراع في اعياد الميلاد بنلقاها في صفرة رمضان دايما بنعمل الجلاش المصري طريقة بسيطة قوي وسهلة جدا هو ده الجلاش اللي كلنا بنحبه كرانش من بره وطري من جوه جرب الطريقة بتاعتي لو عجبتك اوعي تنسي تشتركي في القناة واتفعلي الجرس عشان يوصلي بكل جديد واشوفيك مرة تانية مع حاجة جديدة ويلا باي باي اشتركوا في القناة